الشيخ عظى الله عنك فيه مريض يا شيخ مرض مزمن وذهب الى الاطباء في كل انحاء المملكة ما استطاعوا ما اتجعل الله له سبب وشفاء بسببهم فاخده اخوه وذهب به الى الشمال الى واحد عنده كلاب يقولون انه كاهن ونصحته وقال انه ضرورة تبيح المحرمات اخد منه خمسة الاف ريال هذا الكاهن هذا اخد منه خمسة الاف ريال وقال ان امرأتك سحرت كافي خبز والمرأة هذي بارة تبه حتى بعد مارس ما يمكن ان تسحره وهو عجيز وهو ضد خمسين عاما والان اختل عقله الان الله يدفع البلاد اختل عقله ولا يسلي العاد ما عاد يشعر ولا عاد يستمر امه ابنه ما يجلس على يستحرهم فهنهم وليس ما يجلس اشيانهم ولا يحل هذا ولا كان مريعهم فالاقراء ما نهى كذا بعض الانراض قد فتب الله انه يموت باسبابها ما نهى الى ما دعاء الى حبيع الطبيب ولا ينفعها انه كان الله اراد انه نفعها اماما هذا ما ببنيه لما ان يحب باسباب ان يتبعه الله فالله فالأرجى بالله ما في الانراض له دواء بعض الانراض ما لها دواء فالكتب الله انه يموت بها والضرورة تبع الحرمات في ماذا يشيخ اذا اجاعه ولا عنده شيء يأكله ياذا يأكل منها ميثة مثلا واسبابها لا يموت مو معنى انه اذا ما تزوج يجري او لا ربي يحيط بالخمر لا هذا الضرورة لا يكون الضرورة في الحضر لا يكون شيء يسمى الضرورة الضرورة التي تخضيبك الى النوت تأخذ من الميتة او من طعام وجدته حتى توقع نفسك وحياتك من هذا الجوع اما بالكام ولا بالمعروض من خير لا ليصلا ولو انتي سيبثCK قضاءة لا سيبث luego لين تستطيع القضاءة من طبيب من طبيب لا بعجيلة برد